أعلنت وزارة الأثار الكشف عن مبنى يعود للعصر الروماني شرقي قناة السويسة على طريق حورس الحربي الذي كان نقطة انطلاق جيوش الفراعنة إلى بلاد الشام لتأمين حدود مصر الشرقية قال ممدوح الضماطي وزير الأثار أن الاستراحة المكتشفة لتحطمس الثاني هي واحدة من ثلاث استراحات ملكية تم الكشف عنها بالموقع في الأوين الأخيرة إحداها للمالك سيتي الأول والأخرى لابنه المالك رامسيس الثاني أعلن الدكتور ممدوح الضماطي وزير الأطار الكشف عن مقبرة جديدة بمنطقة القرنة بالأقصر لشخص يدعى أمن حتب والذي كان يشغل وظيفة حارس بوابة الإله أمون نجحت بعتة مركز البحوث الأمريكي والتي يعمل بها فريق مصري من الأثاريين العاملين بالمنطقة في اكتشاف المقبرة الجديدة والتي من المرجح أنها تعود لعصر الدولة الحديثة ولسيما عصر الأسرة الثامنة عشر ترجمة نانسي قنقر